شوفوا هذه التضحيات، هذه الدماء حتى الآن ما هي بعض النتائج التي سيكون لها تأثير كبير جدا على مستقبل فلسطين، على القضية الفلسطينية، على لبنان وعلى كل المنطقة وخصوصا على فلسطين وعلى لبنان وعموما على كل المنطقة بمشي فيهم واحد واحد بسرعة واحد، إعادة إحياء القضية الفلسطينية بعد أن كادت تنسى والتصفى وفرض البحث من جديد في كل أنحاء العالم عن حلول لذلك يجعوا يحكوا بحل الدولتين ومشاكل وإلا إلى ما قبل طوفان الأقصى تقريبا تكاد القضية الفلسطينية أن تصبح منسية لولا حركات المقاومة والمواقف ويوم القدس كل سنة ومشاكل اثنين إسقاط رهان الإسرائيلي على تعب الفلسطينيين ويأسهم وتخليهم عن قضيتهم طوفان الأقصى أثبت أن هذا الشعب عندما أقدم أقدمت المقاومة في غزة على هذا العمل وما لاحقه أيضا من صمود وثبات وتضحيات دليل على أن هذا الرهان الإسرائيلي ساقط خاب وسقط هذه قصة أنه الفلسطيني بينسى وبيتعب وبيتخلى عن أرضه والجيل الجديد وجيل الأنترنت وجيل المبارف شوي هذا كله انتهى انتهى بالضف وانتهى بالانتفاضات وانتهى بالعمليات الاستشهادية ولكن جاء طوفان الأقصى ليضربه الدربة القاضية الإسرائيلي أصبح لديه وضوح شديد الآن أنه أمام شعب لا يمكن أن ينسى أرضه ولا تاريخه ولا حاضره ولا مستقبله ولا مقدساته وهذا ما يعبر عنه الإسرائيليون بأسى بعد 75 سنة 75 سنة من القهر والعذاب والسجون والتشريد والشتات وظروف العيش القاسية والصعبة